انا اسمي نورينا عمري 13 سنة كان يوم الجمعة وكنت نائمة عند اهلي على غير العادة لاني دائما ما انام في الاجازات عند جدتي المهم كانت الساعة الواحدة وكنت انام مع اخواني فسمعت امي تقول قوموا من النوم يلا التفت لها لم ارد القيام كنت اريد النوم اكثر فمددت يدي لكي اسحب البطانية واغطي بها رأسي في تلك اللحظة رأيت اخي الكبير وهو يرتدي ثوبه الابيض الناصع ويرمقني بنظرة غريبة وهو يبتسم فلم التفت اليه وعدت للنوم عندما استيقظت بعد فترة تذكرت نظرات اخي الغريبة لي فسألت امي اين عبد الرحمن الغريب ان امي اجابتني قائلة عبد الرحمن نائم عند جدك منذ الامس قلت لكن انا رأيته قبل قليل عندما كنت تحاولين ايقاظنا من النوم فقالت امي باستغراض لا لا انت تتوهمين عجيب من يكون اذا هذا الذي رأيته بوضوح وهو ينظر الي ويبتسم اود ان اقول ايضا بان بيتنا او بالاحرى العمارة التي نسكن فيها هي لجدية ثاني رحمة الله عليه وهناك ناس قاموا بعمل سحر ووضعوه في العمارة ساعدوني في تفسير ما رأيته لاني افكر فيه كثيرا النهاية سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صلي وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر